اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بزراعة 250 ألف شجرة سنويا من جانبه اكد وزير الأشغال بأن الوزارة ستستمر في مشاريع إصال مياه الري المعالجة إلى مختلف الشوارع والتقاطعات المراد تشجيرها في مختلف المحافظات وأكد الوزيران أن الاهتمام البالغ من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عملية تشجير وتجميل الشوارع من شأنه الحفاظ على البيئة ما سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة للمملكة والتي ستسهم بدورها في تحصين المناخ وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيولوجي من النباتات المحلية ترجمة نانسي قنقر